يا جماعة الخير الموضوع أو القضية اللي ما بين شركة ريبل عملة XRP و اللجنة الوراق المالية الأس إي سي الآن قربت أنها تصل إلى سنتين سنتين وعن نجازين في الموضوع الموضوع طول أكثر من اللازم ولكن ولكن أوشك على الانتهاء يا جماعة الخير خلوني يقول لكم ليش وكيف شوفوا الآن المدير التنفيذي لشركة ريبل يتوقع أنه الموضوع خلاص حينتهي في بداية سنة 22 23 عفوا في الربع الأول أو الربع الثاني والقاضية المسؤولة عن القضية جوج توريز لها الصلاحية أنها تنهي القضية وتتخذ القرار في أي وقت شاءت ما قبل هذاك الوقت وطبعا البراد جارلينج هاوس يعيد وزيد ويقول أنه ترحلنا زي ما قلنا لكم ترحلنا جاهزين للتسوية أو يعني خلاص انهاء القضية إذا اعترفوا اللجنة الوراق المالية أنه XRP هي ليست ضمانات هي ليست سيكوريتي كما يدعون طبعا براد جارلينج هاوس حط تويت لها فترة يقول أنه أنا قايل لكم من اليوم الأول أننا حنا سوف نقاتل ضد الأس إي سي ولا راح نترك الموضوع زي ما هو وحنقاتل للمجال العملات الرقمية إليه نصل إلى وضوح إليه نحصل على تشريعات واضحة تصب في مجال العملات الرقمية ويشكر جميع كل الفريق اللي كان يعني يقاتل في هالقضية هذه من أول يوم وبالفعل قاتلوا باسم كل المستثمرين قاتلوا باسم كل المجال حق العملات الرقمية وأنا حييهم صراحة عليه طبعا الطرفين جالسين يطالبون أنه خلاص من القاضية يقولون لها أنه نبغى خلاص تغلق يعني جميع الفرص أنه خلاص ترفع أي أدلة إضافية فخلاص قريبا بناء على الطلب حقهم حيكون بالغالب في أربعة جانوري في سنة عشرين ثلاثة وعشرين خلاص أنه ما حيتم السماح لأي من الطرفين أنهم يرفعون أي أدلة إضافية ستجف الصحف وترفع الأقلام أساس خلاص الموضوع بعدها يعني يرفع رسميا ممكن إلى الترايل يتم في محاكمة رسمية أو ممكن القاضية زي ما قلت لكم تتخذ القرار قبل ذلك طبعا الغريب المدير التنفيذي لعملة كاردانو ADA اسمه تشارلز هسكنسون منزل فيديو تقريبا قبل 17 ساعة أو شيء زي كذا يقول أنه في نص الكلام هو عنده زي اليوتيوب شانل دائما يتكلم على الأخبار ويعطي نصايحه كذا يقول لي يتوقع وسمع كلام من الناس أنه الموضوع حينتهي في 15 ديسمبر عشرين اثنين وعشرين سمعنا هل كلام هذا كثير هل ممكن يكون حقيقة ما ندري من يعرف الصح من الغلط في المجال لا إلى الآن ما حد يعرف ولكن هذا الكلام اللي هو يقوله أيضا جيمس فايلان اللي هو الشخص اللي دائم يجيب الحقائق والأدلة والملفات المعنية بالقضية بشكل يعني رسمي ويتكلم عنها يقول أنه توقعاته الشخصية أنه القضية حتنتهي ما قبل مارش سنة عشرين ثلاثة وعشرين شهر ثلاثة هل هذا شيء ممكن يصير؟ ممكن وارد الزبدة أنه الموضوع خلاص قرب قرب على نهايته وقرب ينتهي طبعا الزبدة خلونا نتكلم عن الزبدة أنه في حال فازت شركة ريبل عملة XRP طبعا هذا سيكون شيء جدا ممتاز لمجال العملات الرقمية أجمع وفي حال خسرت لا يعني أنه الشركة حتى توقف لا يعني أنه عملة XRP لن تدخل في البنوك هي أورادي داخلة فوق 200 بنك عالمي وفوق 250 بلد عالمي وتستخدم أورادي حاليا في كثير من البنوك وكثير من البلدان فلا يعني أنه الموضوع حينتهي ولكن الشركة ما رح تمارس نشاطاتها في أمريكا في سان فرانسيسكو وتتركها وهم الخسرانين في النهاية بس إذا فازت سواء بالتساوي أو يعني خلاص سواء ستلمنت أو يفوزون في القضية حتكون طبعا شيء جدا ممتاز لمجال العملات الرقمية ويعني حيكون شيء قوي لعملة XRP قد يؤثر طبعا مبدئيا على السعر في نفس الوقت ولكن يبغالوا وقت أكثر لين يصل ممكن إلى أرقام جدا قوية والله العالم طبعا كم ممكن يصل طبعا إذا فازوا الأس إي سي هنا حتصير طامة كبرى لأنه نش سمونه إذا غيري جنسلر يعني كأنكم خلاص قويتوا أو تقوى أو صار قوي على مجال العملات الرقمية ومعناه أنه كل العملات أو أغلب العملات اللي موجودة في السوق هتكون نفس الشيء مصيرها تكون ضمانات وسيكوريتي يعني حينضر السوق بشكل جدا كبير فهذا الجزء الأول من الفيديو الجزء الثاني يا جماعة خير خلنتكلم عن المصائب اللي صايرة فيه ومسجدات نهيار منصة FTX للمدير التنفيذي السابق حقها سان بانك منفريد المدير التنفيذية للشركة السيستر كومبني الشقيقة اللي اسمها الأميدا كومبني المدير التنفيذية حقتها اللي اسمها كارولين إلسن اللي كان مفروض هذه اللي كان مفروض أنها تكون موجودة في هونغ كونغ فجأة كذا لقوها قبل سبوع تقريبا في نيويورك طيب ش اللي جابها طبعا يعني ما شاء الله مكتوب بيقولون أنه هي قد تكون خويته أو الغيرفريند فما شاء الله واضح أنه ذوقه جدا خطير في الاختيار ما علينا البنت هذه شافوها في أحد الكوفي شوبس لو تشوفون تحتنا اللي موجودة في نيويورك فكان هذا شيء جدا غريب جدا غير متوقع ومكتوب أنه في الحالة الوحيدة أنه يسمح لشخص زي كذا أنه يدخل أمريكا مطلوب للعدالة ومرفوع عليه قضايا اختلاس وفلاس وخلافه أنه الحالة الوحيدة أنه أعطيت حصانة للتحدث أو الدفاع ضد سام بانك ملفريد على قولتهم يعني تغدى فيه قبل لا يتعشى فيها فهذا على كلامهم وليه؟ لأنه المكان اللي رحت له الكوفي شوب اللي شافوه فيه في الصدفة قريب من أحد المراكز تبع الأف بي آي وأحد المراكز الحكومية اللي كانت ممكن هي الآن يتوقعون أنها جاسة تدلي بتصريحات اللي عندها ضد سام بانك ملفريد طبعا الأخ أس بي أف الآن بعد المقابلة اللي قدمها في نيويورك تايمز وما طلعنا بأي شيء لا اعتذار يعني مقبول ولا أي تبريرات أو مبررات حقيقية للانهيار كلها كلام فاضي الرجال الآن موافق أنه يطلع قدام اليو أس هاوس كوميتي أو فانانشل سيرفوس يعني زي لجنة معنية في الأمور المالية في الحكومة الأمريكية أساس يعني يتحدث ويدافع ويبرر كل اللي صار الفترة اللي راحت وكاتب هنا في التويت حقته أنه once I have finished learning and reviewing what happened بعد ما أشوف أنا وش صار وأحلل وش صار في الفترة اللي راحت أنا يعني ممكن أطلع أتكلم وأبرر للناس وأشرح لهم وش اللي صار يعني برضو يا حبيبي إن تبغى وقت عشان تحلل هو عارف شمسوي هو عارف شمفلم ودافع ملايين ملايين دولارات لكثير من القطاعات الحكومية ضمنها غيري غنسلر وغيره والأحزاب السياسية الموجودة على أساس يستطيع الحصول على الحصانة اللي حاليا هو الآن بالفعل حصل عليها ولكن الرجال ذال مفروض مكانه السجن فخلونا يوريكم أيضا في كلام عن سي زي المدير التنفيذي لمنصة باينانس يقول ويتهم أو يعني يتكلم كذا بشكل ضد شخص اسمه كيفن أوليري اللي تشوفونه هنا في الصورة أحد المستثمرين الرجال دفع له من منصة اف تي اكس خمسة عشر مليون دولار أساس يسوي لهم زي الدعاية زي وزي كثير من المشاهير اللي يندفع لهم مبالغ كبيرة الغريب أنه اعترف طبعا هو اعترف أنه كان استثمار سيء كان موضوع غير متوقع ولكن اعترف أنه ما سوى التدقيق المالي ومراجعة للشركة والفوندومنتال أناليسز بالشكل الصحيح لمنصة اف تي اكس كان يعتقد أنه الرجل الأمريكي أمه وابوه محاميين ومراجعين قانونيين فالرجال يعني أمريكي على عكس المنصات الأخرى كل المدير التنفيذيين لها كلهم صينيين فقال أنا وثقت فيه ولكن واضح أنه ثقتي ما كانت في محلها ولكن الغريب أنه إلى الآن جالس يدافع بطريقة غبية عن سام بانك ميرفريد يعني الرجال أخذ فلوسك وإلى الآن نتكلم بطريقة ذي فشيء غريب ما أدري يعني هل هذا لأنه مندهن سيره واضح صح أنه ملياردير وما فرقت معه الـ 15 مليون ومستثمر من الـ 15 9 مليون في المنصة وطارت كلها ولا رجع له شيء لكن هو حر حتى أم وأب سام بانك ميرفريد قدموا زي التقاعد حقهم وطلعوا يعني على التقاعد في ما في شسمة جامعة ستانفورد لأنه هم محاضرين فيها ويقدمون فيها محاضرات وسئلوا أنه سبحان الله الآن طلعتوا في التقاعد الفترة هذه بعد الهيار اللي صار أكيد لكم علاقة في الموضوع أكيد لكم دخل في الموضوع وفي ناس يقولون أنه جامعة ستانفورد هي اللي منعتهم أساسا من تقديم المحاضرات بعد المصيبة اللي صارت والعار اللي جابه لهم ولدهم أيضا منصة كريبتو دوت كوم الآن يعني برضو يعني تقدم شيء يسمى Proof of Reserve أو يعني إثبات الملكية أو الحصة أنه في لكل دولار في دولار حقيقي دعم أو كولاترال أو باك أب يحمي المنصة ويثبت للناس على عكس كثير من المنصات اللي انهارت ما كان فيها عندها أي دعم حقيقي فيبغون يبررون يعني الاتهامات اللي صدرت ضدهم حتى بعد ما صارت الحركة هذه نفسها Proof of Reserve من منصة بايناس لدعم موقفهم أقين يا جماعة خير هذا لا يمنع المنصة أو أي منصة أخرى أنها تسرق دراهم وتنحاش وينحاشون في أي لحظة كانت لا يعني أنه عندهم ما يثبت أنه في ملايين أو مليارات دولارات كدعم وباك أب أنهما ممكن يكونون نصابين فلذلك يا جماعة خير يعني أنا أنصح وأنصح نفسي أيضا أني أنا حط فلوسي والحصة الشقة الأكبر منها في المحفظة الباردة واللي عنده فلوس يعني مبلغ كده يبغي يطيق فيه ولا يضارب براحتكم تقدرون تخلونه في المنصات لأنه حتى المنصات بما فيها باينانس يعني ما هي ما هي محصنة تماما من عدم الانهيار أو أنه يجيها مشكلة الآن في خبر ثاني ما حطيت لكم أنه حتى هم الآن مسوين زي الفريز للحوالات والسحوبات المالية يقولون أن هذه أحد الأمور الإدارية اللي موجودة عندهم فبرضو عندهم فيه كوستن مارك عليهم يا جماعة خير فلذلك يا جماعة خير انتبهوا وهذا كان الفيديو بالنسبة ليوم الله عافيكم لا تنسون دعم القناة باللايك والشير والسابسكرايب وتفعيل جرس تنبيهات أساس تجيكم الفيديوهات أو البول وشوفكم إن شاء الله فيديوهات قريبة سلام اشتركوا في القناة